خلال الست سنوات الماضية أعتقد تقديري أن نرى إعادة إحياء السياسة الحياد الإيجابي لكن أخزن في الاعتبار المتغيرات التي شهدها النظام الدولي بمعنى آخر نحن انتقلنا من تحالف مع قدب دولي واحد إلى خلال الست سنوات إلى التحرك على عدة محاور مع القوى الدولية الكبرى والقوى البازغة في النظام الدولي كالهند على سبيل المثال وانفتحنا بالمزيد على الصين وعلى روسيا فنحن خلال الست سنوات الماضية أستطيع أن أقول أن نحن كنا بندير سياساتنا الخارجية في إطارين إطار السوابت السياسة الخارجية المصرية وفي إطار المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية أضيف إلى هذا الداخل لأن الداخل عنصر أساسي عند تحليلنا للسياسة الخارجية المصرية خلال الست سنوات الماضية في الداخل كان فيه تلات مهام رئيسية أمام صنع القرار المهمة الأولى هو إعادة بناء الدولة المهمة الثانية هي إعادة بناء الاقتصاد المهمة الثالثة ولا تقل خطورة عن المهمتين السابقتين هي محاربة الإرهاب أو محاربة التهديدات الإقليمية للسيادة وللوحدة الترابية المصرية عن طريق توظيف جماعات إرهابية بعينها خلال الست سنوات الماضية كان فيه جملة تحديات بتواجه صنع القرار المصري سواء في المحيط العربي أو المحيط الأفريقي أو في المحيط المتوسطي لكن استطاع صنع القرار أنه هو يواجه هذه التحديات ويتعامل معها في إطار مبادئ السياسة الخارجية المصرية ودون التفريط في السيادة الوطنية تحركنا مما لا شك فيه عليه قيود لا يوجد دولة وخصوصا دولة بالموقع الجغرافي الفريد لمصر تستطيع أن تتحرك بحرية تامة في محيطها الجغرافي سواء القريب أو البعيد وهذه العقبات أو هذه القيود هي التحديات التي أشار إليها كلما الدكتور يوسف والدكتور طارق السؤال المطروح علينا هو كيف نستطيع أن نحيط هذه التحديات عن طريق توسيع نطاق تحلفتنا العربية وتحلفتنا الدولية لأن مفتاح فعالية السياسة الخارجية المصرية وهنا الفعالية بتقاس أو معيار الفعالية هي القدرة على التأثير على مصار الأحداث بطريقة تحمي مصالحي وتحمي أمني قومي هو نمط الأحلاف العربية والدولية التي تصخ مصر وأنا أعتقد أن مصر الآن بتتحرك على عدة محاور نعم داخل النظام العربي وداخل النظام الدولي وهنا أود أن أشير أننا يجب يعني المرحلة الحالية نتيجة للسيولة في النظام الدولي لأول مرة لأول مرة نحن نريد أن نعرف نحن في حاجة لتعريف الكتلة اللي نتحالف معها في المستقبل نعم في الماضي في الماضي سواء خدنا لفترة الرئيس عبد الناصر أو فترة الرئيس سادات كان تحالفنا مع كتلة معينة محددة لأنه كانت أهدافنا ومصالحنا مرتبطة بهذه الكتلة هذا الوضع لم يعد قائمنا الآن لم يعد قائمنا الآن لم يعد قائمنا الآن لسيولة النظام الدولي وأنه حضرتك العالم انتقل من العالم القطب الواحد إلى عالم متعددة القطبية نحن في مرحلة تحول في النظام الدولي نعم وبالتالي السياسة الخارجية المصرية ليس فقط خلال الست سنوات الماضية ولكن قبل 2011 كانت بتحاول أن تجد لنفسها قدم في هذه التحولات بحيث تستطيع أن تعزم المصالح المصرية وفي نفس الوقت تدافع عن الأمن القومي المصري اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر